اناب سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة لترأس وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون بمدينة مصقط في سلطنة عمان وشهد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بالجهود التي قامت بها سلطنة عمان الشقيقة في تنظيم الاجتماعين التحضيري والوزاري في سبيل توحيد الجهود البيئية بين دول مجلس التعاون الخليجي مثنيا على دور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنظيم للاجتماعين وفي التنسيق المستمر لتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي بمختلف مجالاته مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين دول المجلس هذا ونقش أصحاب السمو والمعالي والسعادة توصيات سعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة خلال الاجتماع التاسع والثلاثين الذي عقد في مقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتطرق الاجتماع لجملة من القضايا البيئية التي تهم دول المجلس خاصة فيما يتعلق بتطوير مسيرة العمل البيئي المشترك وسبل النهوض به في ظل التحديات العالمية التي تواجهها البيئة والمناخ والتطورات التي تشهدها مجالات وآفاق التنمية المستدامة وتقدم سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بالشكر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء على الموافقة على ما تقدمت به مملكة البحرين من مقترحات حول توحيد قوائم المواد الكيميائية المقيدة والمحظورة وحول تكامل الجهود بين دول المجلس في مجال إدارة المخلفات وأيضا تعديل كيجاليا على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بالإضافة إلى مقترح بشأن التنسيق مع المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار ريكسو ومركز الطوارئ الإقليمي لدول مجلس التعاون ومقترح إقامة معرض خليجي موحد في مؤتمرات الحياة الفطرية للتعريف ببيئات دول المجلس وتشجيع السياحة البيئية فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر